خير على حضراتكم حلقة جديدة من برنامج السادسة كلام كتير قوي طبعا عن النادي الأهلي وتمرين الفريق طبعا قبل مباراة طلاق الجيش يوم السبت واللي ان شاء الله هنستلم فيها درع الدوري الخبر دلوقتي اللي شغل الناس قوي على السوشال ميديا يمكن انه الكاف بيدرس احتمالية تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا ونص نهائي طبعا الاياب ما بين الرجاء والزمالك لموعد تاني غير الموعد المحدد اللي هو مفروض 6 نوفمبر موعد النهائي الناس مشغولة جدا في قراء كتير جدا مختلفة انه اذا كان ده في صالحنا مش في صالحنا في قلق حاصل شوية على السوشال ميديا بس ايا كان اللي هيحصل مفروض الامر ده يتأكد النهاردة او بكرة بكتير ايا كان اللي هيحصل كل اللي يهمنا ان احنا مركزين احنا مش اول مرة المباريات تتأجل اتأجلت قبل كده وشوفنا اداء رائع من نادي الأهلي كل اللي يهم الفترة الجاي ان الفريق يفضل في تركيزه سواء كانت المباريات هتتلاعب في معادها او بعد كده لازم تكون اللعيبة والجهاز الفني في كامل التركيز واكيد فيه ايجابيات وفيه سلبيات لموضوع التأجيل ده يا احمد مسأخير يا سارة ومسأخير على كل مشاهدي السادسة اهلا وسهلا بحضراتكم يعني طبعا هو علامة استفهام كبيرة جدا فيما يتعلق بقرار التأجيل وبصرف النظر الموضوع من ناحية بالتأكيد هيكون له اثار ايجابية يعني بالتأكيد فرصة اكبر متنفس اوسع للفرق انها ترتاح وتجهز على مهلها تجهز اللي ما كانش جاهز وترجع اللي كان مصاب كل ده كويس جدا لكن لك انت تبعد بالمباراة عن مباراة قبل النهائي المسافة دي كلها والاهم بقى في الموضوع ودي علامة الاستفاة المهمة بجد اللي انت تحاول تدور لها يعني على اجابة ما تلاقيش يعني احنا بنتكلم على انه في معايد مقترحة في العشرة الاواخر من نوفمبر يعني او ممكن 18-19 بس لما تشوف اجندة دولية وتشوف ماتشاط منتخب مصر ده مستحيل ومستحيل يتأجل يومين ثلاثة يعني مستحيل ترحله من ستة لتمانية او لعشرة ده يبقى صعب جدا لانه برضو انت عندك اجندة دولية وعندك منتخبات بتستعد وبتجهز لماتشاط احنا عندنا مثلا توجو 14-17 فبالتالي هتروح فين والاحتمال المرجح اكتر يعني او لنسبته يمكن تكون اكبر انك تروح لبايد او تروح بقى ايه يعني 23-25 نوفمبر ودي مسافة كبيرة جدا وفصلة الحقيقة يعني انا بتهالي احنا كده تقريبا دخلنا سيزن تاني يعثر على استعدادنا زي ما قلت حقاكم لينا واحي ايجابية ولنا واحي سلبية على كل احوال اعتقد الموضوع ده هيحسم النهاردة يعني اللجنة التنفيذية للكاف في اجتماع مع لجنة الخبرى عشان يدرسوا الموضوع اعتقد في خلال ساعات بسيطة جدا هيطلع الخبر اليقين خلينا نروح لفرقتنا واستعداداتها وتمرينت النهاردة اللي كانت تمرينة قوية جدا بس خلونا نروح لفاصل الاول ونرجع لحضراتكم مرة تانية